أحييكم وأستهل النشرة بأبرز العنوين جناف كاري ولفروف هل تمهد لجناف اتنين الأسد يربط تنفيذ المبادرات الروسية بوقف واشنطن تهديداتها ودعمها المعارضة والجيش الحر يرفض المبادرة بيان بعبدة عن إعلان بعبدة لماذا الآن نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وديما صادق مساء الخير ماذا يعني أن يعلن الجيش السوري الحر أنه يرفض المبادرة الروسية لوضع السلاح الكيموي تحت الوصاية الدولية وما يعني أنه لا يقبل بأقل من محاسبة مرتكب الجريمة ومحاكمته السؤال الأكبر هل هذا الاعتراض هو مجرد اعتراض من المعارضة السورية أو ممن يقف وراءها ويدعمها وبالتالي ما هي الرسالة التي يريد الداعمون إيصالها إلى موسكو وإلى واشنطن في آن وما هو تأثيرها على مرحلة ما بعد الضربة الكيموية وتعليق الضربة الأمريكية يبدو أن المرحلة الجديدة ستكون مرحلة طويلة وشاقة من المفاوضات والنظام السوري بارع في هذا الأسطوب فرئيس الأسد يقول أنه يتوقع بدأ تسليم المعلومات عن الأسلحة الكيموية إلى هيئة دولية بعد شهر من انضمام دمشق إلى معاهدة حضر الأسلحة هذا يعني أن هناك مسارا طويلا يبدأ في جناف ولا يعرف متى ينتهي وفي الانتظار تبقى المعارك مستمرة في سوريا وتستخدم فيها كل أنواع الأسلحة باستثناء الكيموي ومسار جناف ليس طويلا فقط بل شائق أيضا فالرئيس الأسد حدد شرطا لتسليم الأسلحة الكيموية وهو أن تتوقف واشنطن عن التهديد بضرب دمشق والاطلاع على ما يدور في الأروقة الديبلوماسية مع بدء اجتماعات جناف تنضم إلينا كبيرة المراسلين في نيويورك رئيسة مكتب الحياة لتطلعنا على آخر الأجواء مع انطلاق مسار جناف سيدة راغيدة درغام مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا ما لدينا الآن هنا في نيويورك هو أنه علمنا قبل قليل أن الحكومة السورية بلغت الأمم المتحدة في رسالة وجهتها إلى الأمين العام أنها وافقت على الانضمام إلى معاهدة حضر الأسلحة الكيموية التي كانت طبعا قد رفضت الانضمام إليها سابقا وهذا ما ذكرته قبل قليل وتحدثت عنه من برنامج زمني تحدثت عندما قلت أن الرئيس السوري ينوي أن يكشف عما لدى سوريا بعد شهر من إعلان الانضمام إذن الخطوة الأولى قد اتخذت حسب الرأي السوري لا نعرف إن كان ذلك كافيا من وجهة نظر الأمم المتحدة ولكن الأمم المتحدة تسلمت رسالة نصت على المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري اليوم يبدو وينص على الانضمام إلى معاهدة حضر الأسلحة الكيموية تفضلي إذن سيدة راغدة يعني انطلاقا من هذه المعلومة التي زودتنا بها ومما ذكرنا في مقدمة هذه النشرة بأن الرئيس السوري أيضا قال بأنه يتوقع بدء تسليم المعلومات عن الأسلحة الكيموية إلى هيئة الدولية بعد شهر من الانضمام إلى معاهدة حضر الأسلحة هذا أول شرط مناور للرئيس الأسد يعني بدء المناورات السورية ألا يروحي بارتياح معين سوري في هذه الأجواء لنتحدث الآن عن ما يحدث حاليا يحدث هناك سباق ما بين الشق الكيموي الذي يسير إلى الأمام لربما في جناف وبينما متوقع هنا في نيويورك والذي له علاقة بشق المحاسبة على من ارتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيموية نعرف أن هناك أجواء تفيد بأن تقرير التحقيق الدولي سيأتي إلى الأمم المتحدة إلى الأمين العام مطلع الأسبوع المقبل لربما الأثنين عندئذ يقدم الأمين العام ذلك التقرير إلى مجلس الأمن وربما إلى الجمعيات العامة أيضا وهنا يبدأ شق المحاسبة والذي لا تريده سوريا وقد يكون استباقها ذلك الشق عبر إعلان انضمامها إلى المعاهدة الدولية لحضر الأسلحة الكيموية جزء من سميته مناورة أو استراتيجية على أي حال سنرى الآن ماذا ستفعل روسيا والولايات المتحدة بالذات لأن الولايات المتحدة عبر الرئيس باراك أوباما ما زال غير واضحا على مصار واحد فهل سينوي أن يحصر جهوده والتركيز فقط على الشق الكيموي بمعنى المعاهدة وعدم استخدامها والأحرى استعداد سوريا لتدمير ترسانة الأسلحة الكيموية التي لديها أو أنه سيحتفظ بحق العقاب والمعاقبة والأمر ليس واضحا لأنه ليس في إمكانه أن يفعل الأمرين سويا في الوقت ذاته في هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر